السلام عليكم تحيير كل جمهور المغربي داخل أرض الوطن أو خارجه أنا جيت تسرور اليوم بالوجود يلي عندكم بشوف تيفي باش نقدم لكم نفسي أنا عبد الرحيم الرباطي كنسكون في مدينة أمستردام كان عيشتما في غولندا دي مدت تقريبا 14 سنة المسائلة دي رفنية طبيعة الحال كانت في المغرب بداية ولحت الساعة موجودنا معاكم في الساعة دي احنا حصلين شارفة باش نكونوا معاكم في الساعة دي كانت بداية أغاني دي للرأي بشكل شعبي بطبيعة الحال دي ما كيف قد تورات الشعبي المغربي هو الأصل دي الأغنية المغربية بطبيعة الحال كانت بداية هكا بأغاني دي الرأي ومن بعد كانت دائما تكون تطور الجديد وكانت تمثل الأغنية من 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 فلن إلى فلن كانت شوية دي التطورات بي ينسير باش كت تعطيل الأغنية المغربية واحد لوك واحد طعم كانت الأغنية أخيرة دي راب الرع راب الرع أغنية كانت من من كلمة توت الحين دي المصطفى العلوي من مدينة أرفود كان قدمها في البرنامج دي الميد راديو في واحد مصابقة سمعتها هو مكي غنيش هو مو الحين سمعتها وعجبتني وششلتها وكانت تواصل مع معا سمصطفى العلوي باش نششلها وششلتها والحمد لله لقات واحد صدد الحمد لله الجمهور المغربية كانت يعني قات واحد 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 صدد طيب أرى برع وباغينة مرع بشي زينة مروع ومنو ما نشبع وشوف 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 صينو الحروف وشوف 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 صينو الحروف قلبي عليها من الهوف أرى برع قلبي عليها من الهوف أرى برع أنا في أمستردام لدي أوركستر ديالي مكونة من عشرة ديال الأفراد كان خدموه اللايف ميزيك يعني اللايف ميزيك كان ديرو لقاعات المغربية البادريدربوغا كان نختصين في العراسات أغلبية العراسات وفي استفالات أما المقاهي أولى الشيشات أولى هذي ما كان خدمش في ذلك من سميتو نظراً للعائلات اللي يعني من أحسن ما كيبغيوش يجي شي موغني يعني يغني عندهم تم معروف مثلاً في كيغني في كباريات هما يتفادوا هذا هذا هذي النوع من الغناء من مغني يغني في كباري ويجي يغني في العراسات مع كل حتيرات الدلالي الموسيقي اللي كي يخدموا في الكباري مثلاً لواكلين طرف الخبش ديالهم تماماً أنا منهار بديت الموسيقى ديالي الأوركستر يعني يعني ندمج مع العراسات و أنا دبعاً بنشغل إن شاء الله في واحد الأغنية جديدة واعرة بنت بلادي واعرة راني كان بديت العمل في تجي إن شاء الله وغادي تكون حتى هي صوت وصورة إن شاء الله بحول الله نتمنت عن تنل الإعجاب للجمهور المغربي وبينصير شوف تيفي كذلك والسعال أتوير ذا علينا وتقام التخليد يا شوف تيفي تبارك الله عليكم تحية خاصة لكل محبي عبد الرحيم الرباطي وعامة الجمهور المغربي داخل أو خارج أرض الوطن أتمنى نكون عند حسن تنديلكم وتحية لشوف تيفي اللي دائماً دائماً صهرة مش غير الناس الأوروبا ديال العالم كاملين كتخلي الجمهور المغربية اللي في المغرب يعرف الأحداث ديال الناس اللي على برة واللي في العالم كامل تحية لكم خاصة شوف تيفي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر